الكسائي مثال من علماء وفقهاء وقراء وعلماء النحو واللغة في زمان العباسيين كان يعتمد عليه الرشيد كثيرا وهو الذي ربّى الأمين والمأمون معجم الأدباء لياقوت الحموي المتوفى سنة 626 للهجرة كتابه المعروف إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب هذا هو الجزء الرابع من طبعة دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى 1993 ميلادي بيروت لبنان تحقيق الدكتور إحسان عباس صفحة 1737 رقم الترجمة 753 علي بن حمزة الكسائي صفحة 1739 وحدث المرزباني فيما رفعه إلى ابن الأعرابي هذه أسماء معروفة في كتب التعريخ والتراجع وحدث المرزباني فيما رفعه إلى ابن الأعرابي قال كان الكسائي أعلم الناس أعلم الناس في مجال تخصصه في القرآن قراءة وتفسيرا في اللغة والنحو في أمور الدين هذا هو الذي يقصده الأعلى كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه على رهق ما المراد من الرهق؟ الرهق الحمق الخفة العربدة كان عربيدا كان عربيدا لأنه يعاني من حالة انتصاب مستديمة في ذكره هو يقول هو يقول في أشعاره وقال هذا الكلام لمن؟ للخليفة هارون ما قاله لأحد من بسطاء الناس حين قدم شكوا للخليفة هارون قال له من أنه يعاني من حالة انتصاب مستديمة سأقرأ لكم الشكوى كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه عنده عربدة خفة ما هي هذه الخفة؟ كان يديم شرب النبيذ الخمر كان يديم شرب النبيذ وماذا يفعل؟ ويجاهر مجاهرة ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة الغلمان الروقة بالضبط مثل ما حدثنا مرجعنا العظيم محمد سعيد الحبوب وهذا ديوانه الذي قرأت ما قرأت عليكم منه في الحلقات المتقدمة صفحة ثلاثمائة وأربعين حينما كان يقسم بمؤخرة غلامه الذي يعشقه افتراضا نظريا قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه إنه يذوب يذوب في أردافه في مؤخرته قسما قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه إلى آخر أبياته وما مر علينا في القصيدة الكوثرية لرضاء الهندي في الشطر الأول منها وهو يتغزل بغلامه ومعشوقه افتراضا هؤلاء هم الغلمان الروقة الذين كان يعشقهم الكسائي ما هو أيضا الأعلى كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبيذ ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوق واحد يحتيها لله هو صحيح كان عركتي وفرقت لكنه كان ضابطا قارئا ضابطها ضبط إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا صدوقا هذه الصدوقا من فوق من جوه هذا الموضوع يحتاجنا مناقشة فهذا هو الكسائي الذي يفتي مراجعنا العظام بأن نقرأ بقراءته في الصلوات الواجبة مع العلم أنهم يجدون الصلاة باطلة بذكر علي الذي يزين صلاة ويزين قراءتها ويطهرها ويطهرنا يطهرنا نحن المصلين حينما نذكر علي فذكر علي طهارة لألسنتنا ولقلوبنا ولعقولنا ولنوايانا ولعواقب أمورنا بحسب فتاوى المرجع الأعلام السيستاني وسائر المراجع العظام فإن الصلوات المفروضة تكون باطلة حينما نذكر أمير المؤمنين فيها وبحسب مراجعنا الكرام فإننا نقرأ بقراءة هذا الفرخش والعركش والذين يقولون عنه هم هم أصحاب القراءات ما هي القراءات؟ لا علاقة لأهل البيت بها القراءات لسقيفة بني ساعدة وهذا من علمائهم صفحة 1747 لازلت أقرأ من الجزء الرابع من معجم الأدباء لياقوت الحموي من مجالسات ثعلب ثعلب هذا العالم النحوي واللغوي المعروف من مجالسات ثعلب وصف ابن الأعرابي الكسائي فقال كان أعلم الناس على رهق فيه يريد يريد إتيان ما يكره لماذا؟ من الذي يقول يريد إتيان ما يكره؟ الذين كانوا يتحدثون في مجالس ثعلب ثعلب يقول ويقوت الحموي يقول يريد إتيان ما يكره لأنه كان يشرب الشراب ويأتي الغلماء من هو هذا؟ الكسائي العظيم هذا الذي أودع هارون عنده ولديه كي يعلمهما وكي يربيهما فإنه قد أحسن التربية والمثال الأمين هذا الكتاب بغية الوعات في طبقات اللغويين والنحات لجلال الدين السيوطي من أشهر علماء سقيفة بني ساعدة المتوفى سنة 911 للهجرة هذه الطبعة طبعة المكتبة العصرية صيدة بيروت الطبعة الأولى 1427 هجري قمري 2006 ميلادي وهذا هو الجزء الثاني صفحة 137 رقم الترجمة 1701 إنه علي بن حمزة الكسائي وقال ابن الأعرابي كان الكسائي أعلم الناس ضابطا عالما بالعربية قارئا صدوقا إلا أنه كان يديم شرب النبيث ويأتي الغلمان هذه كتبهم كتب علمائهم إلا أنه كان يديم شرب النبيث ويأتي الغلمان قلت لكم قبل شوية ودع البازون شحمه فهارون جاء بأولاده وسلمهم إلى هذا الكسائي وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لشمس الدين ابن خلكان المتوفى سنة 681 للهجرة هذه طبعة دار صادر بيروت لبنان تحقيق الدكتور إحسان عباس وهذا هو الجزء الثالث رقم الترجمة 433 وبالمناسبة فإن شمس الدين ابن خلكان من علماء الشوافع ومن قضاتهم لكنه لوطي مشهور مشهور جدا فنحن نقرأ من كتب اللوطيين عن اللوطيين ابن خلكان لوطي مشهور من علماء الشوافع ومن القضاة وربما عزل عن القضاء لا لأنه لوطي فقط لأن لواطه قد اشتهر بشكل واضح وإلا فإن القضاة معروف عنهم القضاة المسلمون في الأعم الأغلب لوطيون الحوادث موجودة في الكتب ويحيى ابن أكثم مثال فهو سيد اللوطيين في زمانه وكان نديما من ندماء المأمون المأمون حينما سمع بلواطه أرسل عليه فجعله نديما من ندمائه وجعله قاضي القضاة في الدولة العباسية اللوطية هذا الكلام ما هو كلامي كتب التعريخ شاهدة كتبهم نفس هذه الكتب مشعونة بهذه المعلومات لو كان المقام لتفصيل القول في كل هذا لبصدت القول فيه فهذا الكتاب وفيات الأعيان مؤلفه لوطي شهير وهو يحدثنا عن الأعيان عين من الأعيان الكسائي رقم الترجمة 433 صفحة 295 يحدثنا عن الكسائي عن لوطي كبير يقول ويتحدث عن أحد القراء السبعة كان إماما في النحو واللغة والقراءات إلى أن يقول وكان يؤدب الأمينة ابن هارون الرشيد وكان يؤدب الأمينة ابن هارون الرشيد ويعلمه الأدب ولم يكن له زوجة ولا جارية حينما كان يعلم الأمين والمأمون هنا لم يشر إلى المأمون لكن هذا الأمر ذكر في كتب ومصادر أخرى فكتب إلى الرشيد يشكو كتب أبياتا إلى الرشيد من هو الكسائي قل للخليفة ما تقول لمن أمسى إليك بحرمة يدلي صار فيما بينك وبينه علاقة بحكم أنه صار مربيا لأولاده ما زلت صار الأمين معي عبدي يدي ومطيتي رجلي يعني ليس عندي من خادم ولا عندي من دابة أتنقل عليها منذ أن تفرغت لتعليمي الأمين قل للخليفة ما تقول لمن أمسى إليك بحرمة يدلي ما زلت مذصار الأمين معي عبدي يدي ومطيتي رجلي وعلى فراشي من ينبهني يشير إلى ذكره وعلى فراشي من ينبهني من نومتي وقيامه قبلي يريد أن يقول له ما عندي لا من زوجة ولا من جارية ربما هو تهديد مبطن للخليفة من أنني إذا كنت من دون زوجة ولا جارية وهذا منتصب فماذا سأصنع يا أمير المؤبونين يا أمير اللوطيين يا هارون ما هو هارون حاله هكذا أيضا وعلى فراشي من ينبهني من نومتي وقيامه قبلي أسعى برجل أسعى برجل منه ثالثة يقول أصبحت عندي رجل ثالثة يشير إلى ذكره لأنه في حالة انتصاب دائم أسعى برجل منه ثالثة موفورة مني بلا رجلي وإذا ركبت أكون مرتدفا قدام سرجي راكبا مثلي فإن ذكر فإن ذكري يبقى منتصبا فيكون أمامي وإذا ركبت أكون مرتدفا قدام سرجي راكبا مثلي فمن علي بما يسكنه عني فمن علي بما يسكنه عني وهد الغمد للنصلي فأمر له الرشيد بعشرة آلاف درهام وجارية حسنة بجميع آلاتها وخادم وبرذون بجميع آلته برذون يعني فرس الفرس التركي يقال له برذون البرادين هي الخيول التركية هذا حاله حال الكسائي في حالة انتصاب دائم لذكره فماذا يصنع وهو يعلم أبناء الخليفة قم للمعلم وفه التبجيل هذا المعلم هو قائم وأشياؤه قائمة في معجم الأدباء في الجزء الرابع صفحة 1742 من طبعة المكتبة العصرية التي قرأت منها عليكم قبل قليل حادثة بشكل سريع أنقلها لكم لأن الوقت يجري سريعا أبو نؤاس وهو شاعر اللوطيين ما هم شعراء العباسيين شعراء لواط بشكل عام وعلماؤهم كذلك وخلفاؤهم كذلك العصر العباسي عصر لواطي بامتياز الوقائع لم تنقل إلينا بشكل كامل وتستروا على ما تستروا عليه ولكن خرج من كل ذلك الكثير والكثير بخصوص الخلفاء بخصوص العلماء والفقهاء بخصوص الشعراء والأدباء خرج الكثير والكثير بين أيدينا موجود إلى الآن أبو نؤاس كان يرغب أن يبوس الأمين لأنه كان من الغلمان الروقى الذين يعشقهم الكساء ويعشقهم اللوطيون كالغلمان الذين يتحدث عنهم محمد سعيد الحبوبي وكذلك جعفر الحلي سيد جعفر الحلي رضاء الهندي الشعراء الشعبيون الذين قرأت ما قرأت عليكم من دواوينهم هؤلاء هم الغلمان الروقى وأبو نؤاس شاعر حاله كحال هؤلاء الشعراء الذين قرأنا ما قرأنا من دواوينهم إنه يعشق الغلمان وهو راغب في الأمين فقال للكساء أريد منك أن تسحل لي أن أمص وأن أقبل خد الأمين حيئ للأمر هذا الذي ذكر هل اتفقوا على شيء آخر نحن لا ندري نبقى بحدود الحكاية المذكورة إني أريد أن أقبل محمدا قبل الكساء خاف من هذا فهدده أبو نؤاس هدده وكتب بيتين أرسلهما إلى الخليفة هارون هكذا قال له قل للإمام جزاك الله صالحة لا تجمع الدهر بين السخل والذيب السخل هو الحمل ابن الماعز ابن الشات يقال له السخل وللأنثى السخلة قل للإمام أي لهارون قل للإمام جزاك الله صالحة لا تجمع الدهر بين السخل والذيب فالسخل غر يمكن أن يخدع لا زال صغيرا يشير إلى الأمين فالسخل غر وهم الذئب غفلته وهذا الذئب الذي عنده الذي ذكره ينتصب ليلا ونهارا وهم الذئب غفلته والذئب يعلم ما بالسخل من طيب ما فيه من لذة أبو نؤس دفعها إلى بعض الخدم ليوصلها إلى الرشيد الخادم جاء بها إلى الكسائي هذه لو وصله للرشيد يجوز يجوز ينزلغ على واير ينزلغ واير على الكسائي هذا الخادم جاء بها إلى الكسائي لأن الخدم لوطيون أيضا ولوطي يدافع عن لوطي فلما قرأها علم أنه شعر أبي نؤاس واحد يعرف الثاني فقال له ويحك هذا أمر عظيم قال لي أبي نؤاس هذا أمر عظيم سأتلطف لك سأصنع حيلة رتب أمرا وبعد ذلك أبو نؤاس وصل إلى غايته من الأمين أنا لا أريد أن أقرأ التاريخ كله ولكن هكذا كانت تجري الأمور في قصور أمراء المؤمنين وفيما بين شعراء وبين علماء ولهذا حينما قسمت مستويات الشذوذ الجنسي فيما يخص المذهب الطوسي قسمتها وفقا لهذا التقسيم المستوى العقائدي الفكري المستوى الفتوائي المرجعي المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفان المستوى الواقعي العملي المستوى الاجتماعي المجتمعي هذا كله كان موجودا في الزمن العباسي وهذه أمثلة أمثلة على الخلفاء أمثلة على العلماء أمثلة على الشعراء الحكايات كثيرة في كتب التاريخ والسيار هذه أمثلة سريعة ووجيزة جدا هناك ما هو أقبح وأقبح وأقبح مثلما أنني ما ذكرت لكم الأقبح والأقبح والأقبح بخصوص المذهب الطوسي بقي عندي الكثير صدقوني إذا أردت أن أستمر في الحديث عن هذا الموضوع سأحتاج إلى خمسين حلقة ربما وربما أكثر هناك الكثير من المعلومات التي هي أقبح من التي ذكرتها لكنني فلترت هذه المعلومات حاولت أن أنقل ما يكون مناسبا للحرفية الإعلامية وإلا فهناك من قذارات حوزة النجاف وقذارات المرجعية وأولادهم وأصغارهم ووكلائهم ما هو أقبح وأقبح وأقبح لا يكون مناسبا أن ينشر على شاشة التلفزيون إذا وجدت ضرورة فإنني سأنشره على الإنترنت إذا وجدت ضرورة لأنه لا يناسب أن ينشر على شاشة القمر صفحة 1750 في يوم من الأيام كان الكساء يلوط بأحد تلامذته كان يدرس مجموعة من التلاميذ قطعا من أعيان القوم وكان يلوط بتلاميذه حكي عن أنه أقام غلاما ممن عنده في الكتاب وقام يفسق به في مكان الدرس وجاء بعض الكتاب بعض الأشخاص ليسلم عليه فرآه الكساء ولم يره الغلام كان يلوط بأحد تلامذته في المدرسة في مكان الدرس يبدو لم يكن في ذلك المكان إلا الكساء وذلك الغلام فأخذ يلوط به فدخل أحد الأشخاص الكساء رأى ذلك الشخص أما الغلام لأن وجهه كان بعيدا عن الباب ما رأى ذلك الشخص الكساء أخرج ذكره من الغلام وجلس لكن الغلام بقي على حالته لا يدري ماذا يصنع باعتبار أن الكساء لم يكن قد أكمل عمله فبقي الغلام على هيئته ركعا ساجدا كما يقول صفي الدين الحل في قصائده من أنه لا تقترب من المرأة هذا الشاعر الشيعي من علماء الحلة من علماء الحوزة الطوسية أن لا تقترب من الصبية لأنها تغم سماء برجليها وإنما اقترب وفعل بالغلام لأنه يركع لله ويسجد فبقي هذا الغلام راكعا ساجدا تلاحظون الوحدة المترابطة فيما بين القوم حينما أقول لكم المذهب الطوسي مذهب عباسي قذر هذا الكلام لم يأتي جزافا هذا الكلام نتيجة بحث طويل وتتبع دقيق وجاء بعض الكتاب ليسلم عليه فرآه الكساء ولم يره الغلام فجلس الكساء في مكانه وبقي الغلام قائما مبهوتا على حاله لا يدري ماذا يصنع لأن الكساء لم يكمل معه هل يبقى أم أن يعود إلى حالته الطبيعية فلما دخل الكاتب قال للكساء ما شأن هذا الغلام بهذه الهيئة قائما قال الكسائي لأن هذا يبدو حاله كحاله له أطونا جميعا قال وقع الفعل عليه فانتصب يعني صار منصوبا باعتبار أن الفعل إذا وقع على المفعول فإن المفعول في اللغة العربية سيكون منصوبا قال له وقع الفعل عليه فانتصب هذه الثقافة والأدب العباسي وهذه كتب التأريخ المشرقي للمسلمين تأريخ طايا حظه كتب طايا حظه خلفاء طايا حظه علماء طايا حظه مذاهب طايا حظه وهذا بسبب ابتعادهم عن منهج العترة الطاهرة هناك عترة طاهرة وهناك أمة عاهرة هذه هي الحقيقة من الآخر هناك عترة طاهرة محمد وآل محمد وهناك أمة عاهرة من سقيفة بني ساعدة وإلى يومنا هذا وفي الجناحين في جناح سقيفة بني ساعدة وفي جناح سقيفة بني طوسي نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر